هل ينفع ان احنا قد لاخوات الاشقاء من زكاة المال لازم نعرف ان زكاة المال لازم تخرج من مالي والمال اللي انا اخرجته من زكاة المال ما بقاش ملكي لازم نفهم ده ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى حدد المصارف التمانية بتاعة الزكاة الف قراء والمساكين وكمان ابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين والمؤلفة قلوبهم وكمان وفي الرقاب وكل التمان مصارف في الحقيقة حدد لهم اوصف وحددهم بدقة طيب ده معناه ايه بقى معناه ان الشخص لو هو منطبق عليه الوصف ده فيبقى من حقه ان هو يحصل على هذه الاموال بس لازم يخرج من ملكي في بعض الاحيين في ناس كأن المال لسه ما خرجش من ملكي اللي هم مين اللي هم الفروع ابني والاصول ابويا وامي ابني وبنتي وابويا وامي انا لو اخرجت لهم الزكاة كاني اخرجت الزكاة النفسي لانهم لو افتقروا ده يجب علي ان انا انفق عليهم طيب يبقى ايه الحال لكن اخويا لا يبقى على كده ايه اللي حاصل يجوز اخراج الزكاة الى اخي اذا كان من الاصناف التمانية يبقى يجوز ان انا اخر جيز زكاة لاخي من اللي هو من الاصناف التمانية اللي فيه فكرة مغلوطة عند الناس هو ارتباط بما ان احنا اتكلمنا قلنا الاصول والفروع ايه اللي حاصل فالناس ظنت ان ما ينفعش اخرج الزكاة لناس ممكن يكونوا من وراثتي لا 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 خالص الزكاة غير المراس اللي انا ما بطلع لهمش الزكاة اللي يجب علي النفق عليهم اذا افتقر فمن تجب علي نفقته مش هخرج له الزكاة لان ساعة ما خرج له الزكاة كاني خرجت الزكاة على نفسي والزكاة معناها ان تخرج من ملكي الى ملكي الله وملكي الله يعني ايه تتوزع على المصارف التمانية يبقى اخويا اه يجوز ان انا ادي الاخويا من الزكاة ان كان هو من الاصناف التمانية يبقى ايزا المسألة دي مهمة في مسائل الزكاة ولازم في مسائل الزكاة حاجة مهمة كمان لازم نقولها إن الأصناف التمانية لهم ضوابط ولهم معيير فإذا انطبقت ضوابط المعيير ده عليهم يبقى إحنا نديهم حتى على فكرة الإبن والأب ممكن بمدخل تاني غير فقير ومسكين عند بعض المذاهب يديهم من مصافي الزكاة بس ياخدوا بسا من الغارمين الأب أو الإبن ياخدوا من الغارمين زي ما السادة المالكية بيقول